محاصيل متنوعة وخيرات كثيرة تسخر بها بلادنا في ريفها وصعيدها ويزيع سيطها بكل أنحاء العالم من تلك المحاصيل المميزة محصول الحناء الذي تزرعه بلدة الروديسة بمركز إتفو بأسوان بلدة صغيرة تقع شمال غرب أسوان وتتبع مركز إتفو صارت ذات شهرة واسعة منذ عام 1970 عندما بدأت في تصدير الحناء للدول العربية والأوروبية إنها الروديسية وحناءها ذات السمعة الطيبة حيث يقوم أهالي الروديسية بحصاد الحناء مرتين في العام الأولى في شهر يوليو والثانية في شهر نوفمبر مشهورين بمحصول الحناء وهي الحناء أصلاً في الشهر وعندنا في أسوان ما فيش تزرعش إلا في أسوان في الروديسية منطقة الروديسية الحناء دي موسمينة باشا موسم صيفي وموسم شتوي الموسم الصيفي يبدأ من شهر سبعة الموسم الشتوي يبدأ من شهر حداشر يتراوح عمر شجرة الحناء بين ثلاث سنوات وقد تمتد إلى عشر سنوات وتحتوي على أوراق متقابلة صغيرة الحجم وتنتج أظهاراً صغيرة عطرية يتراوح لونها بين الأبيض والأحمر وتزرع كشجر زينة ويبلغ ارتفاع النبات ستة أمطار تقريباً كما تستخدم سيقان نبات الحناء لتصنيع المشنات والشماسي والتند في الأماكن السياحية بالنسبة للمصدر احنا بنعمل على حسب المصدر فيه مصدر عزودي ألمانيا فيه مصدر عزودي إنجلترا كنا نودي ليبيا كنا نودي سوريا يعني ما فيش كل دول الغرب جميع دول الغرب تأخذ منينا حناء ولأن الجودة هي التي تفرض الصيد الزائع فإن أصحاب المطاحن بالرديسية تمسكوا بمعيار الجودة العالية في كل المراحل التي تمر بها الحناء بداية من الزراعة مروراً بعملية النقل وتسلم بمكان المطحن بنعم تنطن في النهار بعد ما تنعم بنقلبها بنغرب لها بعد كده بتتعبى في الشكار التبع المصدر تستخدم الحناء في العديد من مستحضرات التجميل والصبغات كما استخدم زيوتها المصريون القدماء لشفاء الجروح وعلاج الحمى والوقاية من أمراض الشيخوخة والصداع والطرابات النوم كما استخدموا منقوع أوراقها في طرد السموم من الجسم ودوانوا تجاربهم معها في العديد من الكتب والوصفات القديمة ترجمة نانسي قنقر